أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلباً رسمياً من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في الرياض يوم 11 من نوفمبر المقبل وقال الأمين العامة المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت اليوم طلباً رسمياً من فلسطين والسعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 من الأكتوبر الجاري